للأسبوع الثاني على التوالي وسكان العاصمة صنعاء يواجهون أزمة مشتقات نفطية مفتعلة دونما بوادر امفراج قريب لها سكان المحليون أكدوا أن ميليشيا الحوثي تواصل افتعال أزمة مشتقات نفطية للأسبوع الثاني على التوالي ليرتفع سعر صفيحة البنزين سعة عشرين لتر إلى قرابة العشرين ألف ريال اتشهد الشوارع الرئيسة في مدينة صنعاء انخفاضا كبيرا في حركة المركبات تزامنا مع استمرار إغلاق معظم محطات بيع المشتقات النفطية رغم أعلان شركة النفط الخاضعة لسيطرة الميليشيات عن توفير مادتي البنزين والديزل وتطبيق نظام الترقيم على تموين المركبات وشهدت السوق السوداء لبيع المشتقات النفطية في مدينة صنعاء انتعاشا كبيرا حيث وصل سعر صفيحة البنزين عبوة عشرين لتر إلى عشرين ألف ريال في الوقت الذي رفضت فيه الميليشيات تزويد محطات الوقود بالمشتقات مصادر اقتصادية اعتبرت استخدام الميليشيات ذريعة ترقيم المحطات التموينية لغرض إطالة مدة الأزمة واستفادة قيادات الجماعة من فارق السعر الذي قد يصل إلى مليارات الريالات في ظل سيطرتها على السوق السوداء فضلا عن تغذيتها اقتصاديا في مختلف الجبهات وعن حجم الخسائر الاقتصادية يرى خبراء اقتصاديون بأن تبعاتها لن تضرب المواطن فحسب بل تضرب القطاع الاقتصادي للمستثمرين أيضا في المجالات الصحية والفندقية ورجحت المصادر انهار العديد من المنشآت الاقتصادية حال استمرت الأزمة الحوثية للمشتقات النفطية وهذا السيناريو هو ما تسعى إليه الميليشيات لإنعاش سوقها بعد أن نفذت هذا السيناريو مرات عدة طيلة سنوات حربها على الشعب اليمني وظهور المئات من قياداتها ونافذيها في مجالة استثمارية عدة بشكل سريع ومفاجئ وعادة ما تفتعل ميليشيات الحوث الأزمات لإنعاش السوق السوداء وخصوصا في مادتي البنزين والديزل لتتيح المجال للتجار الطارئين الاستثمار فيها وتحقيق أرباح مادية على حساب معاناة المواطنين